الأميرة إليزابيث غاضبة جداً وهذه يكشف من الشخص الذي تحدث عن درجة سوادي ابنه الجلالة ترى أنها سوف تصحع كل ما لا يروق لها وهذا اللياء يعني بأن ذلك سوف يرقى إلى تحرك قانوني أو قضائي ضد الملكة لكنها غاضبة جداً صحيح أصدرت ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية قراراً غير مسبوقاً ضد حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حيث أمرت كبار مساعدين القصر بالرد بشكل قانوني على تصريحات حفيدها وزوجته التي تشويه صورة العائلة الملكية البريطانية وفي التفاصيل فإن الملكة غاضبة من التصريحات المتكررة وغير صحيحة للزوجين وأبدت امتعاضها بالقول لقد بلغ السيلو الزبا وبحسب مصادر مطلعة فإن القصر سيبلغ هاري وميغان أنه لن يكون متسامحاً معهما في التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء بعض دوابل الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة والجدير بالذكر أن الزوجين كان قد أخبر المذيعة أوبرا وينفري في حوار سابق بأن أحد أفراد العائلة المالكة الذي قرر هاري فتحه على العلن بعد إسرار ميغان على الموضوع قد أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما أارتشي ما أوحى بوجود جو من العنصرية داخل العائلة الملكية وكشف هاري عن كتابته لمذكراته التي ستصدر العام المقبل في أواخر 2022 مينواشرين